اعتمد مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية مشروع إعادة هيكلة دائرة الاستثمار وخلال اجتماعه اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي المعدل للصندوق واطلع على مؤشراته وأداء الصندوق التي تضمنت التدفقات النقدية وموقف استثمارات الصندوق كما اطلع على القوائم المالية المدققة للصندوق ومرفقاتها للسنة المالية المنتهية ترأس الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الإدارة